اشتركوا في القناة وفيها إحصائيات دولية وفيها اسم العراق العراق من ضمن الدول التي دخلت في هذه الإحصائيات الإحصائية الأولى كانت تحدث عن حرية الصحافة في العالم وكانت تشمل 180 دولة ومن يتحدثون في العراق عن أن حرية الصحافة الآن في العراق في الصحافة في العراق والإعلام في العراق في أرقام مراحله وبالكلام الكبير عليهم أن يراجح هذه الإحصائيات ويعرفوا عن ماذا يتكلمون لأن هناك معايير هناك خطوط هناك نقاط محددة يجب التأكد منها قبل الحديث لذلك هذه الإحصائية تتحدث عن 180 دولة العراق بالمرتبة 167 في حرية الصحافة من بين 180 دولة يعني من بين 13 دولة الأخيرة في العالم الأسوأ في العالم في حرية الصحافة حال حال حقوق الإنسان في العراق يعني لا يغرر العراقيين أن هناك معارفوش قد في عام 2003 صدرتين كانت تصدر يومياً مئتين صحيفة ما أعرف أسبوعين خمسمائة صحيفة ومجلة ومعرف وعدنا خمسي ستين فضائية كلها تلهج باسم الأحزاب وباسم قواها وأكثر ربما هذا لا يعني العدد لا يعني أن هناك حرية للصحافة أن هناك حرية للفكر والتحدث والقدرة على البوح البعض يقول لك أنت بالنظام السابق وكنت تقدر تتحدث دعونا من النظام السابق النظام السابق أنتم وصفتمه قلت دكتاتوري فلس تركونه من عنده أنتم تصفون أنفسكم بنظام ديمقراطي إذن هذا الوصف الذي هو ديمقراطي عليه أن يحقق الشروط والمعايير التي تثبتون فيها أنكم في نظام ديمقراطي هكذا نظام السابق نظام قلت استبداده ودكتاتوري نعم ماشي تركه ومرت عشرين سنة على ذهاب يعني الحديث عن معيب الآن الآن معيب جدا معيب عليكم المقارنة معه معيبة هذا يدلل على عقدة كبيرة لديكم الآن تحدثوا عن أنفسكم عندما يصل العراق للمرتبة 167 مرتبة بين 180 دولة في حرية الصحافة أنتم لا حرية للصحافة لديكم الحر الصحافة عدتكم محرة صحافة مملوكة تحدث بلسان الأحزاب والميليشيات والقوى التي يعني هم وولها ويخدمها المال والمال السياسي والفساد هذا واقع الحال وبالتالي هم طبول لهذه القوى وهذه الأحزاب والعملية السياسية وليس سلطة الرابعة تقف مع المواطن يتنبه على الخلل وتدل عليه وتخيف السلطة وترعب السلطة وتجعل السلطة تحسب لها ألف حساب وتجعلها شريك في الحكم هذا واقع الحال أما أنت تتحول بهذه الطريقة لأنه والله تحدثونا عدنا هلقد الصحف هلقد مجلاته هذا لا يعني شيء خلي تكون عدكم صحيفة واحدة وحتى مجلة مريد صحيفة واحدة لكن تتكلم بحرية وكتاباتها كلها ملتزمة والمعايير ستثبت أنها أن حرية الصحافة موجودة لديكم لكن أن تكون عدكم خمسمائة صحيفة وكلها تحدث وتمول من الميليشيات والأحزاب الحاكمة بهذا الطريقة وتطبل الباطل وتطبل الوهم وتقف ضد المواطن وتقف ضد الوطن هذا غير مقبول إضافة إلى هذا أن من يتحدث منهم بلغة طيبة ولغة وطنية ولغة أصيلة موجودين لا ننكر هذا كثير من العقول الوطنية والفكر الوطني يريد أن يعبروا وأن يدافع عن وطنهم لكن يحاربون يقمعون تجدهم الكثير منهم الناشطين وغيرهم في السجون ومعتقلات ومغيبين واخطوفين وشاهدنا الكثير من الأسماء إذن فحرية الصحافة مقيدة أو مسلوبة لصالح أحزاب وكوى الصدر الإحصائية الثانية تحدثت عن أشرفت عليها منظمة العمل الدولية في شهر تموز الماضي هذه الإحصائية تخرج كل شهر في شهر تموز الماضي هي عن البطالة في العالم كان العراق بالمرتبة الرابعة عالميا في البطالة في نسبة البطالة في شهر آب الحالي الآن العراق في المرتبة الثالثة دوليا في عدد العاطلين عن العمل المرتبة الثالثة دوليا من بين مئة وتسعين دولة العراق في المرتبة الثالثة بعدد العاطلين عن العمل ويتحدثون عن بناء ونهوض هذه كذبة كبيرة من لديه نحو 800 ألف 750 إلى 800 ألف يدخلون إلى سوق العمل سنويا ولا يستطيع أن يستوعب 5% من عدهم هذا غير قادر عن أن يبني بلد هذا واقع الحال هذا ليس تجني عليكم هذا ليس اتهاما باطلا هذا هذا قرار بواقع حال خريجين كليات وغير خريجين كليات وأصحاب مهن وأصحاب كفاءات وقدرات فنية يدخلون سوق العمل بحدود 800 ألف سنويا وماشاء الله الزيادة السكانية عندنا في العراق عالية جدا النمو السكاني ف800 ألف يدخلون إلى سوق العمل بين 750 ألف 700 ألف حتى لا يزعلون يدخلون أقل من 5% أقل من 3% من يجدون وظائف هذولا يجدون وظائف في أحزاب وقوة تابعة لأحزاب وقوة السلطة أما الباقين فعلى الأرصفة يقفون في طوابير العاطلين عن العمل كثير منهم يحرفون كثير منهم مع الأسف الشديد هبون المخدرات إلى وجرائم لذلك زادت الجريمة زادت الاعتداءات زادت التذمر هذا جزء من هذه البطالة لأن أنت تحسب هذه البطالة هذا جزء من عنده زاد من عدم احترام التعليم لأنه الآن الذي يدرس ويباوى على الخريج ينظر إلى الخريج الذي الذي أنهى كلية ويجلس على الرصيف في انتظار وظيفة وحاله ويعتبر حاله مثل حال ذاك هو يعرف أنه سيتخرج من الجامعة وسيجلس يعني ربما خلف هذا الذي يجلس على الرصيف أيضا في طابر العاطلين العمل لذلك لن تكون لديه هم للمواصلة لذلك تسرب بالمدارس والجامعات وكل مكان لذلك يوجد هجرة الآن العراق بعد عشرين سنة من قلون منتحق والديمقراطية التي جابتها أمريكا وخبستون بها والديمقراطية التي تنادي بها الأحزاب والدستور الديمقراطية وهذا الكلام الكبير بعد عشرين سنة قوائم الأمم المتحدة تقول والقوائم الأوروبية تقول أن العراق البلد الثالث بالعالم من حيث طلبات اللجوء والهجرة شبابة يهاجرها طبعا لو فتحت الحدود لو فتحت الإمكانيات فتحت الحدود الأوروبية أمامه لشاهدنا مصيبة كبيرة لتدفق ملايين من الشباب العراقي باتجاه الخارج يريدون أن يجدوا فرصة للحياة وفرصة للحياة تعني فرصة للتعليم الجيد للطباب الجيد للصحة الجيد للبيئة الجيد للنظام الجيد هذا كل ما يطلبوه للخدمات الجيدة يسهمهم به هذا واقع الحال فبالتالي نحن لدينا هذه الإحصائيات وهذا الوضع وهذه الإحصائيات تدلل على أن العراق يعني إلى أين ينضي فعليكم أن يعني تعرفوا إلى أين يمضي العراق بموجب هذه الإحصائيات أقرأوا هذه الإحصائيات تستجدون مهاقع العراق أين يقع العراق في كل هذه الإحصائيات هذه أمريكا التي قالت أنها جاءت بالديمقراطية وتطبل لهذا النظام وتدعم هذه السلطات منذ عام 2003 لعد الآن هي من أجرمت بحق العراقين وهي من دمرت العراق وتريد تدمير العراق وبقاء العراق متخلفا هي وإيران وكل هذه الدول ولا هذا البلد بكل قوى وقدراته العقلية بكل بناء التاريخ هذا مساهماته في البشرية وبناء البشرية هذا الشعب الراقي الجميل المبدع الطيب النقي يعني يحصل له ما حصل بهذا الشكل مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة